تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقية تهنية بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية احياء لذكر قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد وذكر انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكر تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم من كل من الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزيري شؤون الديوان الملكي رفعوا فيها اسماءات التهاني والتبركات إلى سمو رئيس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية دعين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بدوام الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين الطراد التقدم والرفعة كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنية مماثلة من كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان الخليفة عربوا فيها عن يطيب التهاني والتبركات إلى سمو رئيس الوزراء بهذه الذكرى الوطنية الغالية دعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سموه بمنفور الصحة والسعادة وعلى شعب مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والزهار اشتركوا في القناة